اشتركوا في القناة لماذا فر المتهم وهو المواضب على جميع الجلسات وهو الذي يطلب الكلمة حوال عشرة ساعات في تلفيقين وكذبين وبهتم حقو وكناعنا قل له كنت انسانا تحترم الانسان الاخر كما استمعوا اليك استمع اليهم ولكن للأسف غابة الانسانية وطاقة الروح الاسرامية والاقصائية كما يفعل ودار شخصيته الحقيقية انا قل ما قلت لهم يمكن القول بينا المتهم جبان ودكي دكي لانه فر من الحقائق وفي الوقت لا يسمى جبن ليس له القوة وهذه كلها قرائن تفيد صحة الواقع وعدم قدرته لانه كما يقول سلقوي لا يسلم ورغم ذلك استسلمان لانه هناك واقع قوية وكاين امور اعطنا اشارات في الجلسة كان ينفعلوا بعدما يمتنعوا من الكلام وعينوا عن صمته ورغم ذلك يتدخل لماذا؟ لانه كانت امور منتجة فازعجته لان مرافعة نيب العمى ازعجت دفاعه لم تكن له الطاقة لتحمل ما قيل من طرف العمى لانه كان مزعيش فهو اللي ما يتكلم باشارات بالرأس بلد تبين عن الفعال ولكن الاسف لماذا الفرار؟ اين هي المواجهة؟ اين هو الصمود؟ المعروف ان الانسان المظلوم يصمده الى اخر نقطة دم النياب العمى كانت دقيقة النياب العمى في ان تمثلت فيه شخص الاستاذ المسعودي تمثيل شريف وخصمون شريف النياب العمى في مستوى وانا اتمنى ان يكون هذا الشخص كغيره خدوة لباقي النياب العمى اللي اعتدنا دور سلبي لاذا نعارض الرفض النياب العمى قامت بدور ايجابي بدور اصيل عبرت عن موقف المجتمع وخاصمت المتهم وكشفت حقائقه وساعدت في كشف الحقيقة للوصول الى حكم عادين فكانت موفقة وكما يقال بيخول فقائم الضحايا حينما تكون نبعا ما خصمون حقيق شارس وتكون نشطة يكون التقل خفيف على الطرف المدني بالعكس حينما تكون نوع الماسلبية التقل الكثير على الطرف المدني ليتباتي وقائي الحمد لله اني بعمى قامت بدورها في ابها صوره وعلى اكمال وجه ولا يمكن لا مناقشة فيه